السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد من دورة الفلاتر اليوم درس خفيف جدا في بضعة دقائق سنحاول تعرف على شيء جديد وهو كيفية الحصول على رقم عشوائي كما تعلمون القوائم كل عنصر لديه أندكس خاص به فمثلا هذه الليست كل قيمة لديها أندكس فمثلا كوتلين لديها أندكس سفر وهذه واحد وهذه اثنان ثلاثة إلى آخره يعني حتى إلى الرقم تسعة يعني توجد تسعة عناصر هنا على مأذن تسعة واحد اثنان ثلاثة أو عشرة عناصر عفون عشرة عناصر بمعنى التسعة هو آخر رقم موجود في هذه القيمة يبدأ من السفر ويذهب إلى القيمة التسعة لكن إذا وضعت القيمة عشرة هنا فسيحدث مشكل إذن دائما نحاول أن نتجاهل أو لا نذهب إلى أقصى قيمة هذا هو أول شيء يجب أن نتعرف عليه ثاني شيء نريد أن يقوم بإنتاج قيمة عشوائية من هذا المجال يعني من السفر إلى التسعة بسيطة جدا نذهب إلى الإمبورت نقوم بعمل إمبورت لمكتبة الماث وهي المكتبة التي يوجد فيها كل الأشياء المتعلقة بالراضيات ومن بينهم يوجد أبجيكت يسمى يعني كلاس يسمى الراندوم هذا الراندوم لديه خاصية أخرى أو الميثود أو لا أعرف سأتأكد منها الآن ما هي النكست أنت النكست أنت على ما أظن نعم هي فاكتوري الفاكتوري باترن لا تهتم له لحد الآن لكن هي عبارة يعني أن هذه النكست أنت الآن ترجع لنا قيمة يقول لك أعطي لها الماكس يعني آخر قيمة يمكن أن تصل إليها وهو سيبدأ يعني بما أنك قلت له أنت فهو سيبدأ يعني من السفر وسيذهب إلى ويجول حتى يصل إلى أقصى قيمة كيف نقول لها أقصى قيمة يمكنك أن تقول لها تسعة مبشرة أو يمكنك أن تكون أكثر دقيقا يعني الرقم هذا يمكن أن يتغير فتقول لها pl.length وسيحضر لك القيمة التسعة وإذا تغيرت سيحضر لك القيمة الجديدة نقوم بعمل full restart للتطبيق الخاص بنا وثم سأذهب إلى click نقوم بعمل click يختار delphi c++ java pascal ويعني كل مرة يأتي بشيء عشوائي هذا هو كل ما كنت أريد أن أقوله لكم في درس اليوم أتمنى أن يكون أعجبكم وأفادكم ونلقاكم في الدرس القادم إن شاء الله